ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا باسم مجدي وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن اول فيديو واول حلقة لنا في ك Santos اول تسويق الالكتروني في الفيديو نذهب عليه هنعرف مع بعض ايه تسويق الكتروني و كيف الفرق ما بين التسويق والترويج وهل التسويق هو الترويج ولا لا وهنعرف مع بعض الخطوات اللي المفروض نعملها في اي خطة تسويقية كاملة قبل ما نبدأ عملية الترويج بس خليني في البداية يقول لك لو بتتفرج علي على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير لي الفيديو ولو بتتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وما تنساش تخلي وضع الجرس على وضع قول عشان يصلك كل الحلقات الجديدة ان شاء الله وعلشان الكل يستفيد يلا بينا نبدأ الفيديو يلا بينا في البداية انا حابب اوضح لناس كتير بتخلط ما بين مصطلح التسويق ومصطلح الترويج لازم في البداية نعرف يعني ايه اصلا التسويق الالكتروني التسويق الالكتروني معناه ان انا بعمل ماركتينج بس بشكل الكتروني ولكن مصطلح التسويق الالكتروني اللي الناس كلها داخلها تتفرج عليه وداخلها تتفرج على الفيديو ده للاسف عند ناس كتير غلط لان معنى كلمة تسويق اصلا هي ان انا بعمل خطوات كتير جدا اللي من ضمنها الترويج او الترويج الالكتروني اللي كلنا جايين نتعلمه في الكورس بتاعنا ده فخلينا في البداية نشرح الاول يعني ايه تسويق تسويق معناها ان انا ببدأ اعمل خطة تقدر في الاخر توصلني ان انا احقق مبيعات واقدر ابيع للمنتج بتاعي او المنتجات او الخدمات اللي انا بقدمها للعميل بتاعي او لو انا اجنسي معينة فبقدر اعمل خطوات معينة اقدر اوصل بيها في الاخر لعملية الترويج اللي هتوصلني ان انا اعمل زيادة للمبيعات بتاعتي تمام كده فانا التسويق هو معناه ان انا بعمل بلان توصلني لهدف معين في الاخر باستخدام بعض البلاتفورمز اللي احنا هنتكلم عليها في الكورس ده طيب ايه هي التسويق او ايه هو التسويق الالكتروني او خلينا بقى نصلح الكلمة ونقول يعني ايه الترويج الالكتروني التسويق الالكتروني او الترويج الالكتروني هو ان انا استخدم حاجة الالكترونية توصلني او تخليني عن طريقها اعمل ترويج للمنتج او الخدمة او الاعلان اللي انا عايز اعمله فالتسويق الالكتروني مش معناه اعلانات الفيسبوك بس ومش معناه اعلانات اليوتيوب او الانستجرام او الكلام ده كله كلمة تسويق الالكتروني او ترويج الالكتروني هو معناه ان انا اقدر استخدم اي حاجة ديجيتال في الماركتنج كامبين بتاعتي زي ايه على سبيل المثال زي الشاشات الديجيتال اللي بتبقى موجودة في الشوارع دي طريقة من طرق التسويق الالكتروني ده لو هنتكلم بقى بشكل مصطلح علمي سليم فليه لان هي حاجة الالكترونية مش حاجة مطبوعة او مش حاجة ملموسة ايه تاني الاسم اس او حملات التسويق اللي بتبقى عن طريق الرسائل القصيرة اللي بتروح على الموبايل دي تعتبر حاجة من ضمن الحاجات او من ضمن الادوات اللي احنا بنستخدمها في التسويق الالكتروني طب وايه تاني طبعا منصات السوشيال ميديا او منصات التواصل الاجتماعي دي من اقوى الحاجات اللي احنا بنستخدمها في التسويق الالكتروني زي الفيسبوك وزي الانستجرام وزي اليوتيوب وزي جوجل ادورد وزي الحاجات دي كلها اللي احنا ان شاء الله هنتعلمها مع بعض في الكورس ده ولكن انا في البداية حبيت اصلح كده مصطلح ناس كتير مش فاهماه ان كلمة التسويق هي لا تعني الترويج لان في خطوات انا هبدو اشرحها لك دلوقتي لازم تبقى عارفها وهي خطوات التسويق ايه هي خطوات التسويق هتبقى في انجان القهوة بتاعك واسمعني وحاول تكتب ورايا عشان ان شاء الله في الكورس ده وفي الفيديو ده بالذات هبدأ ازبط لك ونصق لك كده شوية مصطلحات ممكن ما تكونش انت عارفها جبت في انجان القهوة تعالى بقى اقولك ايه هي خطوات التسويق او ايه هي الخطوات المفروض تعملها قبل ما تبدأ اي حملة اعلانية لاي منتج او اي خدمة خلقها ربنا بس يا سيدي في البداية انت لازم تعمل حاجة اسمها دراسة للمنتج بتاعك يعني ايه دراسة للمنتج بتاعي يعني انت بتدرس اربع حاجات لازم تعملهم ولازم تجيب كده وراء وقلم وتعرفهم عن المنتج اللي انت هتقدمه او هتنزله في السوق قبل ما تعمل ترويج اصلا ايه هي الحاجات دي اول حاجة لازم تعرف صفات المستهلك اللي بيستهلك الخدمة او المنتج اللي انت بتقدمه يعني ايه صفات المستهلك صفاته يعني لازم تعرف ان انت لو بتقدم مثلا او بتبيع لعب اطفال فلازم تعرف مين العميل اللي انت هتستهدفه او ايه صفاته يعني صفاته على سبيل المثال ان هو يكون حد متجوز مطبيعي ان انا هستهدف علعاب اطفال يبقى المنتج بيقول ان الناس اللي هتشتري علعاب internet هي الناس المتجوزة حتى لو ممكن الناس مش متجوزة تشتري علعاب اطفال بتهادي بيها بس انا في الاول لازم ادرس الصفات بتاعة المستهلك بتاعي تمام كده بعد كده بادرس حاجة اسمها الفئة العمرية يعني ايه الفئة العمرية يعني على سبيل المثال لو انا ببيع اخرات طبيعي جدا اللي هشتري من العقار لا يمكن يبقى حد اقل من 28 29 سنة او 27 سنة لا يمكن حد عنده 18 سنة يجي يشتري العقار بتاعي فدايما الناس اول ما بتيجي تعمل اعلان ممول على الفيسبوك او على اي منصة بتبدأ تفكر في الصفات بتاعة المستهلك والفئة العمرية وهي بتنفذ الاعلان نفسه وده اكبر غلط المفروض قبل ما تيجي تعمل اي اعلان ممول ان كان على الفيسبوك او على الانستجرام او على اي حاجة لازم تمشي على الخطوات اللي انا هقولها لك في الفيديو ده ان شاء الله ولازم قبل ما تعد المرحلة دي لازم تتأكد منها من خلال ان انت تبدأ تعمل سيرفي على الكمباتيتورز بتوعك يعني خش على صفحات المنافسين بتوعك كده على السوشيال ميديا وابدأ شوف الناس اللي بتتفاعل مع الكممنتات بتاعتهم وخش على بروفايلاتهم وحاول تشوف من صورته الرجل ده تقريبا يطلع كم سنة ده لو ما كانش هو كاتب اصلا الفئة العمرية بتاعته على البروفايل بتاعه على الفيسبوك على سبيل المثال طبعا بعد ما تشوف موضوع الفئات العمرية ابدأ اسأل نفسك سؤال مهم جدا الاهتمامات يا ترى الناس اللي انا عايزة استهدفها في القطة التسويقية بتاعتي الناس دي ايه اهتماماتهم اول حاجة طبعا تيجي في ادبارك ان هما الناس دي لازم تكون مهتمة بالمنتج بتاعي غلط يا معلم مش دل انا اقصده انا اقصد اهتماماتهم غير اهتماماتهم بالمنتج بتاعك يعني انت دايما بتدور على الاهتمامات المشتركة يعني ايه على سبيل المثال لو انا عايزة استهدف ناس مهتمة بغسيل العربيات فطبعا الناس اللي مهتمة بغسيل العربيات لازم تكون هي اصلا مهتمة بالاكسسورات بتاعت العربيات عموما لانه حتى لو ما اشترياش اكسسورات العربيات بس لازم هتلاقيهjis لما بيطلع له اعلان ليه علاقة بالاكسيسيروس بتاعة العربية لازم هتلاقي بيتفاعل معي فانت اكتب في الاول بغد النظر احنا لما نوصل لحطة التارجيت اودينس ده موضوع تاني خالص ما تركز فيه دلوقتي بس انا بقول لك كده خطوات لازم تكتبها في ورقة تبقى انت عرفها في بداية الموضوع ايه هي خطوات التسويق او ايه هي الخطوات اللي انا لازم اكتبها في ورقة قبل ما ابدأ اعمل اي حملة تسويقية سواء بقى الحملة دي على الفيس او على الانستجرام او بانطرية الاسم اس او عنطرية الواتساب او عنطرية اي حاجة ديجرال ده مش موضوعنا دلوقتي ده لسه هنشرحه في فيديوهات تانية كتير ولكن انا بتكلم دلوقتي ايه هي خطوات التسويق عموما يبقى احنا اول حاجة قلناها ندرس صفات المستهلك بعد كده قلنا ندرس الفئة العمرية للمستهلك بتاعنا بعد كده قلنا ندرس اهتماماته وبعد كده هنخش في مرحلة دراسة السوق يعني ايه دراسة السوق لازم في الاول اعرف ايه هم عدد الكمباتيتورز بتوعي او عدد الناس اللي بتنفسني في السوق مش لازم اكيرت مش لازم ابقى عارف بالزبط بس لازم ابقى عارف هم تقريبا قد ايه يعني بيلعبوا من مية لمتين ولا بيلعبوا من واحد لمية ولا من الف الالفين ولا من الف العشر تلاف ولا من الف المليون لان دي نقطة مهمة جدا هربني عليها استراتيجز كبيرة ومهمة في الفيديوهات الجاية فلازم تبقى انت عارف تقريبا عدد المنافسين بتوعك في السوق قد ايه دي نقطة مهمة جدا 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 اعمل عليها كده سيركل لو انت بتكتب ورايا بعد ما بتدرس عدد المنافسين بتوعك وبعد كده ان شاء الله هقولك ليه بندرسهم هندرس حاجة اسمها التسعير يعني لازم اعرف الاول المنافس بتاعي اللي بيقدم نفس المنتج او الخدمة اللي انا بقدمها هو بيبيع المنتج بكام لان بناء عليه هبدأ اعمل دراسة للتكلفة بتاعتي وابدأ اعمل دراسة للسعر المنتج ده في السوق بناء عليه اقدر اشوف هل انا ينفع اخش في المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الاوفر ولا لأ وازاي اقدر اعمل اوفر ولكن خلينا في البداية اقولك ان انت لازم مبدئيا تدرس حاجة اسمها التسعير وتشوف الناس المنافسين بتوعك بيسعروا المنتج بتاعهم بكام والمنتج بتاعهم ده بيتباع بكام في السوق لانك حتى لو هتعلى عنهم او هتوطى عنهم ماينفعش تعلى عنهم بشكل كبير وماينفعش توطى عنهم بشكل تخلي العميلي خاف منك يعني ماينفعش المنتج بسعر السوقي بتاعه واللي يكون على سبيل 100 جنيه على سبيل المسال 100 جنيه فانت هتروح جايي منزله في السوق بـ 25 جنيه ما دي حاجة هتخلي العميلي تخضى اصلا اول حاجة هتيجي في دماغه ان انت المنتج بتاعك مضروب او الكواليتي بتاعته مش قد كده ولكن ممكن في خطوات جاية نبدأ نشوف ان لو السعر السوقي للمنتج ده 100 جنيه فانا لو عايز اعمل ترويج انا ممكن انزله التسعين منزله التمانين فده تقريبا هيبقى انخفاض في السعر او اوفر مقبول الى حد المال للمستهلك ولو انا عايز اضرب السعر او لو انا عايز اعلي عن السعر عشان انا الكواليتي بتاعتي عالية او بتصرف علي جامد ماينفعش المنتج بسعر السوقي 100 جنيه وانا اروح ابيقوا ب300 يعني لازم يبقى زيادة زيادة منطقية عشان كده قبل ما تفكر تعمل ترويج او تعمل تسويق لازم تدرس اسعار السوق؟ ايه وايه السعر السوقي بتاع المنتج بتاعك بعد كده هتخش في رابع مرحلة وهي العروض بعد ما درست المنافسين بتوعك ودرست السعر السوقي للمنافسين بتوعك تبدأ تفكر في مرحلة العروض ازاي تعمل عرض للمنتج بتاعك اول حاجة عشان تعرف تعمل عرض للمنتج بتاعك لازم تحسب هو اصلا تكلفته عليك وقفة بكام فبعد ما تحسب التكلفة وتشوف انت بتدفع تكلفة انتاج كام وبتدفع مية كام ونور كام وكهربا كام والموظفين او اين كان انت التكلفة بتاعتك بتروح فين بعد ما تحسب التكلفة بتاعتك ابدأ شوف التكلفة بتاعتك دي قد ايه وابدأ احسب هامش الربح اللي انت هتحطه على المنتج بتاعك قد ايه وقارن الاجمالي بتاع هامش الربح بلاس التكلفة على السعر السوقي اللي موجود في السوق لو لقيته ارخص او لو لقيته اغلى تبدأ هنا تبدأ تفكر ازاي تعمل عرض للمنتج بتاعك يعني على سبيل المثال لو انت التكلفة زائد هامش الربح الطبيعي اللي انت هتحطه للمنتج بتاعك وصلت وليكن ميه جنيه والسعر السوقي بتاع المنتج بيتباع بمية عشر او مية وعشرين هنا انت تقدر تحط افر ان انت تبيع بمية وخمسة فتبقى انت عملت قسم تقدر تنافس المنافسين بتوعك او ان انت حتى لو هتبيعه بالسعر بتاعك او بسعر التكلفة بحيس ان انت تبدأ تجيب الناس بالبلد كده تطمع الناس او تعرف الناس بيك الاول قبل ما تبدأ تفكر في عملية الربح لان انا دايما بنصح اي حد بيعمل بزنس جديد دايما فكر ازاي تدي قبل ما تاخد فحاول دايما في الاوفر بتاعك حتى اهم حاجة ان انت طبعا ما تخسرش بس مش لازم تكسب كتير حاول تكسب في الاول قليل عشان الناس تبدأ تعرفك والناس تبدأ تجيلك وبعد كده ابدأ اعمل اللي انت عايزه يبا احنا اول حاجة قلنا عليها ان انت هتدرس تعمل دراسة للمنتج بتاعك وبعد كده هتدرس السوق بتاعك من حيث المنافسين والاسعار بتاعتهم وبعد كده هتخش في مرحلة التسعير بتاعتك انت هتحسب التكلفة بتاعتك وتضيف عليها هامش الربح وبعد كده هتخش في مرحلة العروض ان انت هتحسب التكلفة بتاعتك بزاق ادهمش الربح وتشوف الاجمال اللي طالع كام وتكرنه ما بين الاسعار اللي موجودة في السوق عشان تقدر تكرر الوفر اللي انت تقدر تعمله بشكل سليم بحيث ان هو يقدر يجيب لك عملة فيما بعد وبعد كده هنخش في المرحلة الاخيرة وهي موضوع الكورس بتاعنا وهي الترويج وعشان كده احنا في الكورس بتاعنا هندرس ايه هو الترويج الالكتروني علشان نصلح مصطلح كلمة التسويق التسويق الالكتروني اللي الناس كلها بتسأل عنه هو المصطلح السليم بتاعه حتى لو قلنا في فيديوهات بعد كده كلمة تسويق الالكتروني ولكن خلينا اصلح لك مصطلح التسويق الالكتروني المصطلح السليم بتاعه وهي كلمة الترويج الالكتروني في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنبدأ نشرح طرق الترويج الالكتروني ونمسك طريقة طريقة نشرحها بالتفصيل وهشرح لك بقى علانات الفيسبوك والانستجرام وكيف تستهدف وكيف هم العقابات وجوجل وعلانات اليوتيوب وهنشرح كل الحاجات اللي أنت حابب تعرفها عن الترويج الإلكتروني لو استمتعت بالفيديو ده ولا عرفت فيديك في الفيديو ده بأي معلومة لا تنساش تعمل LEIK وشيري الفيديو لو بتتفرج عليه على الفيسبوك وما تنساش تعمل LIIK وشيري الفيديو لو بتتفرج عليه على اليوتيوب ولا تنساش برضه تفعل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة